أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 26 22 نوفمبر جمعة مباركة وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات القمر موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 9 و52 دقيقة بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح الضرر، الخراب، إصلاح بين الشركاء والثبات بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد لآخر يوم فتأثيرات بتكون علينا جميعنا بهذه الفترة تأثيرات برج الأسد يعني بتأثر صفات برج الأسد على جميع الأبرج في الفترة هاي بيكون الناس من حولنا أكثر كرماً مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ولكن بالفترة هاي بتكون حساسيتنا عالية فما منتقبل الانتقاد من أي شخص ممكن إحنا نبدي نعطي استشارة لحد أو ننصح حد ولكن ما منستقبل أي نصيحة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة طبعا بكرة في زيادة في الزوايا في زاويتين زيادة رح يزيدوا ولكن الزاويتين المؤثرات الزاوية الأولى اللي هي الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي ذروتها حكينا يوم 29-11 ولكن رح تستمر كمان معنا لغاية يوم 5-12 كتأثير موجود يعني حاليا احنا بزاوية منفصلة وعادة عند هذا الاتصال أو في هاي الفترة بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعب علينا أو تعذر علينا فهمها بالأيام الماضية أو بالفترة الماضية بيزداد التوجه لإجراء اتصالات وتناقلات وسفريات ضرورية بالفترة هاي يعني بتركز على أمور الاتصالات الإعلام الأمور اللي لها علاقة بالسيارات بالإلكترونيات بالأمور هاي بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس طبعا هاي منفصلة ما رح تصير متصلة رح تظل مستمرة لغاية 19-12 هاي زاوية بين الزهرة وبين المريخ زي ما حكينا زاوية إيجابية بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ورح يكون لها تأثير ما بين هذا القمر وما بين الكواكب الأخرى أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 4.23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طويل يعني بمعنى آخر رح يستمر ليوم الغد هو رح يبدأ الساعة 4.23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى يوم السبت يعني بيبدأ يوم الجمعة وبيستمر لصباح يوم السبت الساعة 2.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر لبرج العذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء الحساسة في جسمنا اللي أكثر حساسية اللي بتطلب مننا أن نوفر لها العناية الإضافية بالفترة هاي القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، الظهر، الجنبان هذولا أكثر حساسية من الأيام العادية بتكون فيها فعشان هيك بتكونوا تهتموا فيها تنتبهوا ما ترفعوا أوزان تيلة عن الأرض حاولوا أنوا تدفوا حالكم المناطق الباردة على أساس لفحات الهواء أو البرد اللي بضرب بالعضلات وبسووا استفات أو شد عضل بتكونوا تنتبهوا من هاي الأمور ومن الإصابات طبعا يوصل يوم بإجراء العمليات الجراحية إلا للأعضاء اللي إحنا ذكرناها الآن يعني كل اللي إحنا ذكرناه الآن لا ينصح بإجراء عمليات جراحية لإلها إلا للضرورة القسوى أو الأمور الطارئة أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشاكل هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة مناسب لإزالة الشعر الزائد برضو مناسب لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ ولا يصلح يعني مثل القص والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي اللي عندهم ضعف أو تكسر في الشعر وبدهم يقصوا عشان إعادة الإنماء أو الإنبات فاليوم هذا لا يصلح أما بالنسبة لمطعم كورونا فهو مناسب اليوم ما في أي مشاكل ولكن مع أخذ بعين الاعتبار اللي هو البندول أو البارستيمول حبتين كل ست ساعات للمحافظة على درجة حرارة الجسم إنها ما ترتفع وبرضو مسكن جيد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 38.34 دقيقة مساء بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 55% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21.12 سعيدة بنسبة 70% القمر في الأسد حتى يوم 27.11 منتحس بنسبة 90% ولكن في ساعات الصباح بيصير 40% منتحس عطارد في القوس حتى يوم 13.12 هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 30% وبتزايد كل ما اقتربنا للمساء الزهرة في الجدي حتى يوم 19.12 سعيد بنسبة 70% المريخ في العقرب حتى يوم 13.12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29.12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1.12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو اليوم مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأي موضوع الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة تكرار المحاولات يعني أي شيء له علاقة بالتواصل العاطفي أو التواصل مع الأحبة اليوم ممتاز جداً برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية ولكن الفترة هاي بتحمل مصاريف إضافية عشان هيك بدك تنتبه لوضعك المالي وتنتبه من ردات فعلك وعصبيتك برضو في بعض الأوقات برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن اليوم يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة عالية جدا اليوم بيستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة رح تحصل اليوم على فرصة جديدة ممكن من خلالها يا بتفسر مشاعرك يا تثبت ذاتك وتبرر مواقفك بتنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات والاهتمام بيمور إلها علاقة بالإلكترونيات أو إلها علاقة بالسيارات برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك يعني بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول إنك تدقق بالتفاصيل وتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنك تتفائل وبرضو أهم شي تنتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوك ماليا أو من بعض المحتالين برج الأسد طبعا ما هم أفضل من الأيام الماضية اليوم طاقتك أعلى بكثير فهاي تعتبر فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي واليوم بحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك اليوم أنك تتحلى بالحكمة والواقعية في حل كثير من الأمور بتشتد عزيمتك بترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حكينا أنه لصباح يوم السبت الأجواء ضاغطة لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس حاذروا من البدء بأي شيء جديد وحاول أنك ما تسمح للقلق والشك والغيرة أنهم يسيطروا عليك ويمنعوك من العمل والنشاط فعشان هيك نظم أمورك وضاعف مجهودك عشان تحقق نتائج برج الميزان بتنشط ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برضو حاول تتمم كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل صباح يوم السبب قبل ما يصل القمر لبيت متعبك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل فعشان هيك حاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأنه ممكن تحققوا إنجاز أو تحرز وتقدم مفاجئ اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية فتعتبر هاي فترة صعبة لأنه هذا يعتبر بيت السمعة فعشان هيك اليوم ما بينفع لا المجازفة ولا المغامرة ولا التهور أي شيء بشوه سمعتك ابعد عنه برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بتلتقي وجوه وآراء وثقافات مختلفة ممكن من خلال التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي وممكن هاتفيا وممكن لقاء يكون مرتب له الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم إنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فهاي فترة مثمرة على جميع الأصعدة مرج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل وحاول إنك تسارع لتقريب وجهات النظر اليوم باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي ولكن الأهم إنه تنتبه على أموالك من النصابين والمحتالين وبرضه من سوء إدارة الوضع المالي برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال حاول إنك تعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات يد ما فيه إيجابية لأن القمر مقابلك يد ما طاقتك ضعيفة وبرضه بحاجة لضبط الأعصاب وما فيه داعي لأنك أنت تنفعل وتتوتر برج الحوت طبعاً طبعاً القمر في البيت السادس فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجياً إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغذائكم وراحتكم حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيماً وتحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن طبعاً القمر معروف لما بيكون في البيت السادس يعني ضغطه على العمل وضغطه على الصحة كيف نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله في مساء يوم السبت رح يكون في بث مباشر ورح نلتقي مع بعض شكراً للأشخاص اللي منتسبين بالقناة شكراً للأشخاص اللي بيدعموا القناة بلايك وكومنت ودعاء وأي كلام المهم أنه هذا النشاط يعني بيشجع القناة أو بيحفز القناة على الانتشار أكثر فشكراً للكم مش مقصرين بشيء بعرف إنه في أشخاص بتتفانى يعني دعم القناة حتى باللايك والكومنت شكراً لإلهم وشكراً للجميع ولكل اللي بيساهمه في أي شيء بيتعلق بإنجاح هذا القناة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر